ظاهرة الاعتداء المباشر وغير المباشر من قبل أولياء أمور الطلبة على المعلمين في محافظة ديقار أصبحت حدثاً اعتيادياً يؤكد فشل وزارة التربية وبحسب نقابة المعلمين في المحافظة فقد رصدت عشرات حالات الاعتداء على المعلمين خلال العام الدراسي الجديد هناك انتهاك صارخ واعتداء سافر على المؤسسات التربوية من قبل أولياء الأمور وهذا يعد مؤشراً سلبياً وخطيراً على الحالة الأمنية بصورة عامة والحالة التربوية بصورة خاصة ونحن بدورنا كنقابة معلمين ندين ونشجب ونستنكر هذه الاعتداءات لأنها تعد حالة غير حضارية ومؤشراً سلبياً خطيراً ينحو بالعملية التربوية إلى التلكع وبدلاً من إيجاد حل لهذه القضية حفاظاً على هيبة المعلم تتجاهل وزارة التربية هذه التجاوزات وخصوصاً إذا كانت صادرة عن أشخاص لهم ارتباط ميليشيوي وحزبي نحن ككوادر تربوية ضمن مجال التربية والتعليم نرفض وبشدة الاعتداء اللي جاي يحصل من أولياء الأمور وتدخلهم السافر في عمل المعلم حقيقة بالآونة الأخيرة حدث عندنا هواية أمور من الخروقات اللي هي مقانونية يعني أولي أمر يتدخل بمجال المعلم يتدخل بأمور المعلم وهذا من الخطأ بالإضافة إلى أنه يعني إحنا ما جاي نحاسب لكن إحنا جاي نضغط من أجل أن ننقوم التلميذ ننقوم الطالب ننهض بالمستوى التعليمي بشكل صحيح رغم هذا إنه أولياء الأمور جاي يتدخلون ويقل لك مو من حقك وأكو شكو عليك وأكو كذا وكذا حقيقة ما يتعرض له اليوم المعلم والمدرس من انتهاكات واعتداءات بالضرب وكلمات بعيدة كل البعد عن الواقع الأخلاقي من قبل الطلبة ومن قبل عوائل الطلبة اليوم حقيقة نحتاج إلى حماية وحصانة إلى المعلم القدير معلم الأجيال الذي رسم خارطة التعليم والتدريس في العراق والعالم وهو صاحب الحرف الأول وأمام الصمت الحكومي على الاعتداء على المعلمين تتعقد العملية التعليمية وينزلق المنهج التربوي في متاهات جديدة